جيمي عند بحاجة مرموش كمان، عايز يحطها كده زتونة بقى؟ لا، اللي تكلم فيه محمود هامش التطور يعني انت بتتكلم على لعيبة وطلع من مصر بإمكانيات عاملة زي في لعيبة كتير وتطلع يمكن بإمكانيات أعلى تطلع بره لكن إنه عنده القدرة إنه يتطور وعنده القدرة إنه يشتغل على البدن وعلى السرعات اللي موجودة عنه ما كانش ده مش هو ده اللي بدأ به مش هو ده اللي طلع به طبعاً ليه مدور كبير جداً سواء جي ام جي ودي دجلة أو حتى المنتخبات الشباب والناشئين أو كارلوس كروشي اللي مش ينسى أبداً لأنه كارلوس كروشي هو أول واحد حط الاسباط على عمر مرموش مع منتخب مصر وإداله الثقة وإنه تخلي بقى لك بره إنك بتتعامل مع العيب دولي غير إنك بتتعامل مع العيب لا ينضم من منتخب بلاده طبعاً ده بيدي ثقة لللاعب بشكل كبير جداً أنا كان عايز بسرعة جداً في أقل من دقيقة أشاور على كام حاجة عملهم مرموش في الأهداف بتاعت إمبارح مش بس السرعة ولا بس للتحاملات الوعي بالتحرك في عايز بقى ما أنا بعمل بعمل سبرينت الكرة اللي كان بيتكلم علىها محمود لو نعرض الصور نجيب بس اللي إيه ده الجنل ده الجنل الأوليني بص هنا الراجل الراجل اللي هنا الباكرايت هو قافل عليه وقاعد مركز مركز معاه لا وكمتش ده خبرات وجامد وحسن لعيب اللي في العالم يعني فهو الراجل فضل فضل إرجع السرعة اللي فاتت الراجل فضل ماشي وراه على سنة وقافل عليه هنا هو هياخد الخط يا كريم على استقامته إن مرموش هيطلع يفتح الخط على استقامته فالراجل اللي يبتل يعمل سبرينت هو شايفه هيعمل سبرينت فهو سابه طلع سابه ورح قطع إنسايد كمل 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 فرينت بعده ماشي فرينت بالسرعة الراجل دخل قطع إنسايد بعد ما تاني تفسح خلاص هو سابه هو يطلع هو كمل أنت بقى اللي هو حرفانه انت جيت منين كمل أنت بقى سابه السرعة هو كل ده عامل نوعه قافل عليه وكوراه واقف السرعة هنا بس جماعة فيه ستايل عظيم جداً في التصويب وقوة بدنية وتدريبات صح وكل حاجة سليمة يعني المنظر ده عشان الكرة تروح بالقوة دي وبالسرعة دي في مانو والنور دي حاجة مسهلة جداً كريم الشرط شوتين على مانو والنور شوتين يعني جوب كور يا جماعة ده صعبة جداً مانو والنور ده مور عب في الخروج بالكورة واشهر حارس بيعمل النجمة ده اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه لا حتى في الجواني اللي بعد كده إنه الراجل عنده الفيجن مش بس هو داخل في اخناقة مع أبو مانيكان وهاتلي بقى اللي بعده الجول اللي بعده الجول اللي كان جايب محمود من شوية هي مش بس القوة ومش بس السرعة الانفجارية اللي مواز بها جداً هو ميزة عمر إنه أول ما بيعمل اسبرينت تتلقوش قدامك فيه لعبة بتاخد وقتها علشان تجيب سرعتها لا حتى لو لعبة سريعة هو أول ما بيبتلي عنده القوة الانفجارية كبيرة جداً فبيبتلي دايماً سريع في البداية فبيختفق في أول خطوة أول خطوة ثلاثة أنا قصتي كلها أنا أداخل بالالتحام قطع الملعب كله من قبل لص الملعب كامل هاتفريم اللي بعده لحد خطة 18 هو عنده الفيجن وشايف وعمل اسكان للرجل اللي قطع معاه ده ومكمل لحد النقطة اللي هيعرف يحطها بعد ما اللي عيد تاني يبتلي يضم عليه ارجع تاني فريم اللي بعده هيستنى هيستنى لما اللي بيقفل عليها عشان ما ممكن يحطها يا كريم يروح المدافع بص لو الفريم اللي قبله هتلاقي ان المدافع لو بصب بدر شوية المدافع بمنطقة البساطة لسه قريب من المهاجم اللي هناك فهو فضل دايس على الكرة عمل عمل الرن لحد ما يوصل لنقطة ده هنا سيبك بقية من الباس والنساء رأي عمل اسكان ننفسه معاه ده رقطة مهمة جداً بعد ما قطع عربعين متر ننفسه معاه بعد ما قطع عربعين متر مش عاية العيب يارف يعملها طبعاً واعمل ده بعد ما قطع عربعين متر ولا اكتر منه في الجنة الثالث لانه ورده نفسه معاه بعد ما قطع عربعين خمسين متر ورايح وتقلان على الكرة وحتى كرة تحت رجله مش قلان قبل انه رايح على مانه الناير وبيحط الكرة بنفس ستايل الجول الاولاني وبيحطها تاني فا امتى دي اربعة سنين روح بالجنة اللي بعده فالقضية مش بس تكنيكاليتي مش بس قوة وسرعة فيه لعبة كتير قوية وفيه لعبة كتير سريعة انا بعد ما اعمل ده كل بصة هو قاعد مستنيها هو قاعد مرائب مركز في المباراة عامل اسكانه عارف ان هو المكان ده فاضي هتتحط الاولانيات وبالمناسبة هم بيتكلموا عثنائية ده مع رغم انه تيتب بينزل او قاد كتير بينزل كبديل كميل هاتف الرمل اللي بعده بصة وقاعد مستنيها مش نازل على كعوبه قاعد مستنيها راجل هيقطع على سبرينت وهيروح في اقل من ثواني هيكون سبق الراجل رغم ان هو وراه هيروح بعد ما هيقطع بقى الاربعين متر دول هيروح بمنتغى الهدوء هيحطها في الدي اربعة وتسعين وانت بتلعب البايرن كسر الملعب على دماغهم انت بتتكلم على انه انت بتلعب البايرن تحط فيه جونيل واسست تمنتهى البساطة وبترجع في رقيتك تاني انها تتعدل مليار في المية عمر ماروش مظل نشونا هيكامل فقال انت رغت فرانكفورت اذا ما كانتش في الصفة في الشيطة ان شاء الله